اه اختلاف اولا اولا ريني فيلر راجل مع الفريق من بداية الموسم راجل في ظهره ادارة بتنفذ له كل اللي هو عاوزه ادارة بعيدة تماما عن شغله في الفنيات ما بتقوليش انت بتعمل ايه وده ما بيلعبش ايه ولا ده بيعمل ايه نقطة كمان ان الراجل اللي هو عاوزه في الوينتر بريك جاله قال مثلا انا عاوز مهاجم جاله المهاجم انا عاوز كذا بيجيله كذا عاوز كهرباء جاله كهرباء راجل دخل قلوب جمهوره وحزب مسندة جمهوره سريعا راجل نقل الفريق نقلة تانية خالص محليا فكل ده في رصيد ريني فيلر ما فيش اي راجل عارف ان هو بيشتغل في هدوء وعارف ان الحساب في نهاية الموسم كارتيرول قطع جزء كبير من ثقة الجمهور فيه في الاول اي واحد اولا عشان قلتلي الاختلافات اولا كارتيرول ما بدأش الموسم مع نادي الزمالك سنين برضو مش هو اللي مختار اللاعبين ومش هو اللي عامل فترة الاعداد ولا المباريات الودية مش هو اللي مختار الصفقات اللهم انه ممكن يكون لي دور في الانتقالات الشتوية مثلا على سبيل المثال زي كسونجو ممكن يكون لي دور ان انا عاوز رجعوا الراجل كان محتاج كارتيرول الفوز اللي حققوا اخيرا على التراجي بالضبط عشان يبقى بوش في ظهره او زي ما بنقول يكسب رضا ومسندة وسكة الجمهور في ان الراجل ده قادر يحقق لنا بطولات خاصة ان هو محققش المطلوب منه مع النادي الاهلي في دوري ابطال افراقيا لما كان مسك الاهلي دي وجهات الزي مالك هلعب ازاي تب الزي مالك هلعب بمين كمان من وجهة نظرك بالطريقة بتاعته اربعة اتنين تلاتة واحد مش هيغيرها الناس كلها بتقول ان هو مش هيغير في التشكيل اللعبي قدام التراجي بس انا وجهة نظري لو انا مدرب نادي الزي مالك انا لازم اغير في الباكرايت يعني لو هو سليم مليون في المية عشان احنا سمعين برضو ان هو ممكن يكون فيه شكوك حجل المال يعني لا عبدالغني يعني انا من وجهة نظري لو انا مكان كارتيرون العب ابو جبل وعبدالغني باكرايت محمود علاء الوينش عبدالله جمع لو انا مدرب الزمالك انا مليش دعو لان من وجهة نظري الشخصية طالعا مع احترامي كبير لعبدالشافي ان هو لعيب كبير جدا ولعيب في منتخب مصر وباطل امم افراكي 2010 ولعيب خبرة ولعيب عنده ميزة انه في المباريات التقيلة بيبان بس انا من وجهة نظري الشخصية ما يقدرش يلعب مباراتين تقال قوي كده بنفس المستوى هو قد مبارات الترجع على اعلى مستوى والمعدل البدني بتاعه بدأ يتعب ده سن يا اسلام يعني خلينا مش اي حد عاوز ياخد الامور بحساسيات والدليل على كده استشهد لك بكلامي واسبت لك كلامي هو جي في الاخر عمل ايه نزل مين اول محطة دفاعية قدام عبدالشافي اللي كان ليدور في الجول التالت عبدالله جمع لعيبه كوينجر في الطرف الشمال لان عبدالله ديناميكي ويقدر يروح ويرجع ولسه سنه صغير وسريع جدا تمام كما اول محطة عبدالله جمع عيبه كليفة ما اقولتلك عبدالغاني محمود علاء الوينج عبدالله جمع عبدالله جمع الاتنين طبعا زي الاهلي ما فيش اتنين بيختلفوا عليهم مصبوط التلاتة الاطراف اتنين مغربة ونجل وبن شارك أوباما مصطفى محمد ده لونا مدارب الزام محمد وزيزو حيبقى ما بيدقش حيبقى اونج مصبوط وتخلي معاك زيزو برا بالضبط كورقة حلول ممكن حازم برضو كورقة في الحلول حازم امام اه طبعا ممكن حازم سريع هيلعبوا ازاي سريعا بقى الاهلي هيلعب ازاي بسرعة سريعا